الملعب التونسي ينتصر في مركب الهايدي نيفر 1-0 على النادي الافريقي ويؤكد صحوته اما النادي الافريقي يواصل في الهزائق ونتائق السلبية امان الجيلين بعد هزيمة الدربي اليوم الدربي الصغير ينهزم فيه مرخ النادي الافريقي تحليل مقابلة النادي الافريقي وملعب التونسي اللي وفيت بانتصار ملعب التونسي 1-0 باش شوفوه بعد شايف قناتي ووزا الملعب التونسي يلعب التونسي 4-400 الملعب التونسي يضغط على المدافعين تعالنادي الافريقي في اول مقابلة شرط اول بسراحة ما تلقش للمستوى الفني متلوب شرط ثاني 4 مارينه تتوص هو المستوى الفني متاعه فوق المستوى الافريقي الشرط الثاني عفوا فوق المتوسط الشرط الاول تحت المتوسط بردشة زادة لانه مستوى الفني متاعه تتوص بردش النادي الافريقي بدأ يستحفظ في الكرة في الدفاع يحاول بنين هجمة بالتباع الملعب التونسي يصلز على الضغط عهلي على المدافعين تاهم خلال اللاعب الهجوم تاهم خلال اللاعب الهجوم تاهم يصل الضغط على المدافعين تعالنادي الافريقي في اغلب الحالات يلعب على الكرة طويلة اي من الفحت الجنة في الشرط الاول في ذل وجود مدافعين تمكنوا من ابعاد كل الكرة لمسلحة ملعب التونسي ومدافعين ملعب التونسي كانوا حضرين لابعاد كل الكرة كل التوزيعات اللاعب عليها الافريقي في الشرط الاول لان عدم تحلوص الشرط الاول بالنسبة للنادي الافريقي اما بالنسبة للناعب التونسي ايش اعمال الهجومية تلك الكرة يحاولون يبني الهجمة لما في النادي الافريقي ايسهتك علي في الوسط لدينا كورة عالية مقاربا بصراحا اليوم مقاربة الكور العالية ففمي اشتركوا على اللعبة بين الفريقين باش تضيع الكورة باش تدعي الكورة خلاص ان اخذي الشرط الاول من اسموق الاشواد خلال البطولة التونسية تفهم فرق بين الفريق يحب يربح كما ترجل التونسي لعب الهجمة مراكزة بين فرق كي من ناتي الأفريقي昨ه ملعب التونسي مع احترامات لكن نحك به уров Draga من فرق كي نحن لا يجري لقلل من واحدهة من فريقية ذاكة لكن نحكيوه غيث تكتيا تكتيا تشوف الناتي الأفريقي كيفي يلعب الهجمي ملعب الهجمة يتص molecular لن اشهق علي هذه الهجمة ورجع تبنيه تبنت لعاب التأسير لها كل بكل العادية الي الكور العادية لم يكن هنا اصلي بنجاح في كل القدم بينما الترجل التونسي تشوف كيش لعبة هجمة مركزة ديما يحاول يبنين هجمة حتى إذا كان عام بتحلول يقعد يدول في الكورة الثاني لقل الحال هذي كانت تفهم فرق تكتيكيا بين فريق قوي وفريق ضعيف شوية تكتيكيا وبعد معناه ما يجيش واحد يسئل علاش الترجل التونسي ترتيبها معناه بعيد بارش على كفيت الخرينة تاو تسعى نقاط فرق تاوى باع الهزيمة التحاد المسفقسي وانتظام قبل الترجل يمكن يتوسع الفرقة ترنش النقطة كاملة وانها تحسيم اللقبة وتحسيم اللقبة ترنش النقطة الترجل التونسي ولا في راحة تامة بالرغم أنه لا معنى جهود كبير في البطولة يقضى جهود يربع في البطولة ويربح في وقابلته ويقف في ثلاثة نقاط انتاعه بالتكتيك مع اللعب المركز معناه ركع له شعب البطولة التونسية تراجع على مستويه الكل اللي بفرق بعيد الفرق واسع وبعيد بين الترجل التونسي وفرق التونسي الأخرى في الشرط الثاني 400 حسن للعب لانه الفريقين اصبحوا يستغلوا شوية في العمق الهجوم الكرة العالية تستغل خاصة من العب التونسي يحاول يستغل الكرة العالية يأخذ الكرة يطلع الهجوم كيف كيف ان الفريق حاول يستغل الكرة العالية ويستغلها خاصة على طريق زوايا الذوادي مع الدخول سابر خليفة عام بلاست الشماخي سابر خليفة اعطاه حركية الهجوم اصبح هو مرات يستقبل الكرة الجيم الدفاع ويخلق الهجوم رينا ريف التصدي الكبير لعمل الحلسة الملعب التونسي هي ممكورة متعباسيرو كون باوري معناها الارتقاشوا على المستوى الفاني مع استغلال الهجمات المرتدة للفريقين كل فريق حاولي استغلال الهجمات المرتدة ضد المنافس جاء باش اختار لكن لم يجسدوه فريقين ومتسجيش حتى هدف دربنا حتى الاخر طريقة تلاتة تسعين يتمكن الملعب التونسي من تسجيل الهدف الاول في المقبل يعلن عن انتساره باش ياخد ثلاثة النقاط من تلكه هكذا ننصلنا إلى هذه الحلقة مستشعبوا نانشين وازمين بالفيديو تصبح حرقين اشتركوا لكم اتلاقوا في معادي نانية اخرى لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال شكرا